بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين المنظر. الحر موت 3 ربع لحاجة. الحمد لله على كل حال. وربنا يعدي الايان ده على خير لان الموجهة جديدة جامد يعني. الله يكون فعون الترو الحيوان بصراحة يعني. انا صحات الصبح عشان المفروض عالف. لقيت المنظر ده. الدكر والمكامتهم. من جاء لاي سبب مع اننا عندهم الاكل والمية وكل حاجة بس الحر كان جامد. يعني درجة الحر عندنا في المنصرة عالية جدا. يعني اذا كنت احنا بناء ادمين مش طيقين نفسنا. ما بالك بقى الطير او الحيواء. فعشان كده يا جماعة اللي بيربع على سطحة او اي حاجة يعني حطت طيور فوق وضع الاقل او اي حاجة لا سقف عشان الشمس. ويخط لهم مية وياريتهم يكون في حاجات فخار. عشان المية تفضل سقع المدة طويلة. لان الالمونيا والبلاستيك والحاجات دي بتسخن المية. ولازم المية بقى تتغير كزا مرة في اليوم لان المية بصراحة بتبقى سخنة قوي. ودي الفراخ. انا الحمد لله ما حصلش فيهم اي حاجة. اقدر الله مش افعل. اخفهم القضاء والحمد لله يعني ربنا يعوض بالاحسن. الفراخ دي بقت عمر خمسين يوم او اتنين وخمسين يوم. ان شاء الله. هما سبع بلد هاجيني واتنين هندي. يعني ربنا يعوض علينا ان شاء الله بالاحسن يعني. الحاجة عملها بتضيع. فربنا يعدي الايام ده على خير. بس المية يا جماعة المية 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 اهم حاجة المية. المية ما تتشلش من قدام الطيور وتتغير كزا مرة في اليوم. ويا ريت تكون في حاجة فخار لان الفخار يعني بيحافظ على ان المية تكون سقعة. تمام? الالمونيا والبلاستيك والحاجات دي بتسخن المية جاملة. ده احنا نفسنا مش طيقين اي حاجة. يعني. والله ما نعارف هقول ايه لي ان المنظر سدي نفسي عالصبح. الفراخ البلدي هيا. ان شاء الله حاجمهم بقى كويس. بس هو ده كان فيديو النهاردة. حبيت بس اشارككم اللي حصل. اه يا ريت لو انت لسه بتشوف قناتي الاول مرة تعمل اشتراك او سبسكرايب. ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفضلا تدعمني باللايك. عشان الفيديو ترفع.